موسيقى الكابتل محمود الخطيب أقوله أنك تحملت كثير جداً تحملت كثير جداً على المستوى الشخصي على المستوى الإنساني مش أي حد ممكن يتحمل اللي أنت تحملته أو بتتحمله على مستوى طبعاً اللي بيحصل في التلفزيون وفي البرامج التلفزيونية أحياناً فيما يخص طبعاً مش الانتقاد الإداري أو المفروض اللي يحصل وإيه اللي ما يحصلش مش ده الموضوع بس بتكلم على الناحية الإنسانية محاولات التقليل من اسم الكابتل محمود الخطيب كأسطورة كروية كنجم إحنا تربينا على أن الكرة المصرية كذا وكذا وكذا وعلى رأسها الكابتل محمود الخطيب محاولات لا تقلل أبداً من التاريخ ومن اللي قدمه الكابتل محمود الخطيب ومن أخلاق الكابتل محمود الخطيب على المستوى الإداري أعتقد أن البيت محتاج إعادة ترتيب بهدوء تقييم لكل ما حدث في الفترة الماضية تقييم للأسماء اللي ممكن تكون بتشتغل في الأهلي على مستويات مين أصحاب القرار والجوب ديسكريبشن بتاع الناس علشان الهيكل اللي اعتاد عليه الأهلي ربما يكون في بعض العوار دلوقتي هو اللي مؤدي إلى المرحلة الحالية لكن أتمنى أنه ناحبها الإنسانية بتاعت إنه هو مضغوط من ناحية مايأثرش على أداء أو تفكيره هو فيما يخص الحاجات الأهم اللي هي إدارة النادي الأهلي ونجاحات النادي الأهلي السنة دي حاسيت أنه أهدى كثيرا وهدوء ده جاب نتيجة للزمالك على مستوى تحقيق النجاحات لكن في نفس الوقت لا تضمنه ممكن في أي لحظة زي ما بيعمل مؤخرا يطلع يشتم يهاجم ينتقد بشكل فيه خروج عن النص أنا بس لو هوجه له نصيحة علشان الناس بتبقى مستنينة أنها بتطلع تشتم اللي بيشتم وأنا بقول للناس أنه مش ده صح فأنا هقولها بطريقة نصيحة وأنه ده صح أستاذ مرتضى كل الناس اللي حواليك بتتكلم على أنه أنت شخص طيب جدا وأنا أعتقد ذلك لكن ده كله ممكن ينهار قدام أنه أنت تجرح كرامة إنسان أو أنك تهين واحد لأسباب مختلفة على المستوى الإنساني إهانة شخص أو جرح شخص ما قدرش أنه يرد عليك دي أنا أتأكد أن هي عند ربنا مش حاجة قليلة جدا حتى وأن كانت دي سمات شخصية أنت ما عندكش قدرة على التحكم فيها فأرجوك حاول تتحكم فيها لأن ده تأثيره على الإنسان قاتل وضرره والله أعلم عند ربنا يعني مش حاجة بسيطة وعلى المستوى المجتمعي تأثير ده على المستوى المجتمعي صعب جدا لأنه الناس مش كلها نفس الثقافات ففيه ناس ممكن تفتكر أنه الألفاظ اللي بتتقال دي أو الطريقة اللي بنتكلم بها على التلفزيون دي هي العادي بداية أنها بتطلع على التلفزيون فنلاقي المجتمع نفسه تأثرة سلبا بدا فأتمنى منك أنك تشتغل بطريقتك الإدارية اللي أنت عايزها أنا ممكن أن تبقاش عجباني أو عجباني لكن أنت في الآخر رئيسي زي مالك من حقك تشتغل بالطريقة اللي أنت عايزها فدي حاجة أما على الناحية بقى الإنسانية في النقطة دي أتمنى منك أنك يعني تكون أكثر حرصا على القيام بمسؤولية المنصب الكلمة الظهور في الإعلام هدف القضية اللي سجلوا أفشا علاه خطوات أبعد بكتير أو أثر مسافات كتير قوي كان ممكن يعملها علشان يوصل لها لكن هي بقى النقطة بعد ما وصلت للحتة دي وانت ناطط مش وانت ماشي بتعمل ايه؟ أفشا أنا بشوف أنه هو من أكتر اللعيبة اللي دماغها فيها كورة اللي هو يعرف يقرأ الماتش إنما إزاي بقى هو بيطور من نفسه على مستوى الواحد على واحد مثلا على مستوى التصويبات إن هي تبقى أدق على مستوى خدمة الفريق دي أكيد هو شغال عليها ولو اشتغل عليها أكتر لأنه دماغه نضيفة دماغه نضيفة حتى على مستوى المشاكل وعلى مستوى إن هو ما بيدخلش في خناقات الترندات والكلام ده أعتقد ممكن يبقى لعيب أكبر بكتير كمان من اللي هو في دلوقتي مبسوط أنا بشي كمالة جدا أنه تغير تغير على المستوى السلوكي بقى عرف يوجه يعني اهتماماته إلى المكان الصح اهتماماته اللي هو الفرقة اهتماماته اللي هو النجاح اهتماماته اللي هو الجمهور اللي بيدعمه بعد أكتر بكتير من قبل كده عن الجمهور اللي هو بياخد من تركيزه فبيغلط فبينسى فبيسركزش في الكورة بقى عارف إنه اهتماماته هي إن الواحد التاريخ بيذكر له النجاحات والبطولات فبقى شي كابالة بقى شخص مختلف والله أعلم إيس سبب في كده لكن أكيد كل سنة الواحد بياخد خبرات أكتر من اللي قبلها فده رأيي في شي كابالة اللي بضيف عليه الرأي الأهم إنه أحلى كورة ممكن يكون الواحد شافها في حياته على المستوى الكوروي المعاصر يعني هي الكورة تحت رجل شي كابالة أكيد كابتن سيد عبدالحفيز مدير كورة ناجح ما تقدرش أبدا إنك تقول إنه هو لو أنت تحفظت على تصرف أو لأ إنك تقول إنه هو مش مدير كورة ناجح لأ من أنجح مديري الكورة في النادي الأهلي قد يكون أحيانا بيخرج عن الطريق مش عن النص بيخرج عن الطريق اللي هو مسؤول عنه في خدمة الأهلي ولكن ده بغرض خدمة الأهلي إنما في النهاية هو مدير كورة وناجح جدا شخص على المستوى الشخصي محترم جدا هادئ جدا بيعرف يوزن الأمور صح فبالتالي أنا بحب الكابتن سيد عبدالحفيز جدا زي ما قلت من شوية أعتقد إنه تعلم كثيرا من أخطاء الماضي فرجع في فترة ما بعد الإيقاف إيقاف مجلس دارة نادي الزمالك أو الحل اللي حصل كشخص عارف إيه الصح أكتر فبيشتغل عليه وعارف إيه الغلط فبيحاول يبعد عنه بقوله مبروك طبعا الدوري اللي توك به أنا أرى إنه هو من أهم أسباب التتويج اللي حصل للزمالك سواء الدوري أو الكاس واللي جاي أكيد مش هيكون سهل برضو فكل التوفيق وبالمناسبة أمير مرتضى نصور علاقتنا يعني دي حاجة مش أف ريكورد لكن حاجة ما حدش يعرفها علاقتنا قبس وده ونسطول الوقت كانت نحن ممكن نبقى النهاردة صحاب جدا ونتكلم في حاجات حتى بيرسنال مش حاجات شغل بس وبعدها تاني يوم نقعنا تنين مقطعين بعض وبعدها تاريت يوم نرجع نتكلم تاني لحد ما عرفنا نحط كده سيستم للتعامل الشخصي وللتعامل المهني فبقيت الدنيا كويسة أكتر فأنا بحب أمير مرتضى نصور